السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء بهذا اللقاء المبارك الذي سنخصصه الليلة للحديث عن عشر آيات من عمل بهن فاز بالفردوس الأعلى عشر آيات فيها احكام وفيها ارشادات من عمل بمقتضاها وعد الله سبحانه وتعالى ان يدخله الجنة لا بل يدخله الفردوس الأعلى ما هي هذه الآيات؟ هي التي جاءت في مطلع صورة المؤمنون والتي قال فيها المولى جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم عشر آيات فيها من الأحكام والإرشادات من عمل بمقتضاها وعده الحق عز وجل أن يكون من ورطة الفردوس وهو مقام عظيم في الجنة يروى في سبب نزول هذه الآيات البينات أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه الوحي كان يأتيه كأزيز مرجل ويبدأ يرتعد ويتصفض من العرق شهد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن في هذه الآيات النبي الكريم جاءه الأزيز لم يكن مؤلما ولم يكن متعبا وإنما كان فيه استروح وكان فيه متعة وبركة ثم لما زال عنه الوحي قال اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وبدأ النبي الكريم يقول أكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا دعاء طويل ثم قال له سيدنا عمر يا رسول الله لما قلت هذا الكلام كله دفع واحدة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطينا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضى عنا وارضنا كلم طويل قاله النبي الكريم فقال قد أنزل علي قد أفلح المؤمنون أنزت عليه هذه الآيات البينات ففارحة وسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقدر القرآن الكريم بكامله ولكن هذه الآيات كان يعمل بمقتضاها حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي الكريم ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن ثم تلت هذه الآيات قد أفلح المؤمنون تعالوا بناء الأحبة الكرام بعجالة نتأمل في مضامين هذه الآيات البينات في مطلعها ربنا عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون هذا فيه تنويه من عند الله تعالى وتبجيل وتعظيم وتكريم قد أفلح المؤمنون الفلاح فزتم أيها المؤمنون وربحتم الدرجات العلا ربنا عز وجل يبشر بسعادتهم ويبشر بفوزهم قد أفلح المؤمنون من هم هؤلاء المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أول صفة من صفات المؤمنين أنهم يخشعون في صلاتهم يروى أنه قبل نزول هذه الآيات كان الصحابة يصلون مع النبي الكريم وأبصارهم تكونوا طائشة بعضهم ينظر إلى السماء وبعضهم ينظر إلى اليمين وبعضهم ينظر إلى اليسار فحينما أنزلت هذه الآيات صار الصحابة كلهم يبصرون عند موقع سجودهم وصاروا يحرصون على جمع كل طاقاتهم وأفكارهم وجوارحهم وخواطرهم للتركيز في الصلاة إنهم من أهم صفات المؤمنين أنهم يخشعون في الصلاة أن قلوبهم مرتبطة بالخالق قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون من صفات المؤمن أنه لا يهتم باللغو ما هو اللغو؟ هو كل كلام زائد لا قيمة له ولا مصلحة من ورائه سوى العبت والمؤمن منزه عن العبت لا ينبغي أن يضيع وقته الثنين في القيل والقال وفي مشاكل الناس التي لا يرجى من خير فالمؤمن بعيد عن اللغو ونحن نلاحظ بأن في زمننا هذا كترى اللغو واللغط على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى غيرها من الأماكن فالمؤمن عليه أن يحرص أن يكون بعيداً كل البعد عن اللغو ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون المؤمن يحرص على أن يؤدي زكاة أمواله فما فرضه الله علينا في كل سنة حينما يمر الحول ويبلغ المال النصاب نزكي وقيل بأن الزكاة هنا أشمل من زكاة المال هناك زكاة العلم من أعطاه الله تعالى علماً أو حكمةً فليعلمها الناس من أعطاه الله سلطةً وقدرةً ممكن أن ينفع بها الناس فلا يبخل فالزكاة هي أشمل من زكاة المال بل وزكاة النفس هي أن تزكيهم تزكي النفس للبشر والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون من صفات المؤمنين أنه يحفظ فرجه لماذا ربنا عز وجل ركز على هذه النقطة؟ لأن الشهوة الجنسية قد تكون متحكمة عند أكثر الناس عندهم رغبة جامحة ومنهم لسله رغبة ولكن فقط أنه يريد أن يستهوي فيقع في المحرمات فمن صفات المؤمنين أنهم يحفظون فرجهم أنه لا يمكن أبداً أن يقع في المحرم إلا هناك استثناء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فالزوجة هي تزوجتها على سنة الله ورسوله هي حلال طيب وكذلك ما ملكت أيمانهم كما كان أيام زمان كان هناك نظام الإماء ونظام العبيد فنظام كان سائداً فكان مباحاً في وقته رغم أن الإسلام وضع مجموعة من التشريعات لكي ينضب هذا الرق ولكي يزول وقد زال ولله الحمد فالمؤمن يحفظ فرجه لا يمكن أن يقع به في أي مكان محرم إلا على الزوجة أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ربك لا يلومك إذا كنت مع زوجتك أو مع ما ملكت يمينك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون لإبحث على تصريف هذه الرغبة فيما دونز والشرعي فأولئك هم العادون العادون والعياد بالله كيل هما الذين ربنا يعاديهم كل من يقول حرية فرضية أنا لم أؤدي أحد الله تعالى يغار على حرماته ولا يحب أن تنتهك الحرمات ولهذا ربنا عز وجل نصب العداء لمن يتساهل في هذه الرغبة وهذه الشهوة فأولئك هم العادون حتى ذكر العلماء أن الذي يقوم بأعضائه التناسلية اعتبرها أيضا من هذا القبيل والعياد بالله فالمؤمن يحرس كل الحرص على أن يحفظ فرجه ولكي تحفظ فرجك غض بصرك ببساطة من أراد أن يحفظ فرجه فليغض بصره وربنا عز وجل أمرنا بغض البصر ثم بعدم ترك المجال للفكر والخيال الخيال الدهني أحرس على أنك ترى فبعض الشباب ربما قد يتساهل عبر وسائل الأنترنت اليوم المتاحة في الإطلاع على صور مهيجة مثيرة ومن ثم يرغب في مموارسة بعض الأعمال السيئة فيقع في المحضور فمن صفات المؤمنين أنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون من صفة المؤمن أنه يرعى الأمانة ويحفظ العهد ولا يقع في المحرم المؤمن الصالح هو لا يقع أبدا في مثل هذه الأشياء إذا عنده أمانة لا يضيعها لأنه سوف يسأل هناك الأمانة الكبرى ويأمانة العبادة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ضائفا عجولا فالإنسان الذي يحمل هذه الأمانة إذا لم يكن على قدر المسؤولية كان مضيعا هذه يسمى أمانة الاستخلاف ثم هناك الأمانة الصغرى أمانة ودائع الناس وممتلكات الناس وأسرار الناس فلابد أن تحفظها من صفات المؤمن أنه لا يقدر من صفات المؤمن أنه لا يكذب من صفات المؤمن أنه لا يبدل هم لآمنتهم وعهدهم راعون الذي ينقض العهد هذا من المنافقين لأن المنافق لا عهد له ولا دمة له ثم يختم ربنا عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون يحافظ على الصلاة في وقتها لاحظوا بأن ربنا عز وجل بدأ بالصلاة وختم بالصلاة قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ركز على الخشوع في الصلاة وانتهت الآيات العشرة بالصفة الختامية والذين هم على صلواتهم يحافظون أن المؤمن يحافظ على صلاته كما يحافظ على ممتلكاته بل كما يحافظ على روحه ويحافظ على أبنائه ويحافظ على وطنه يحافظ على صلاته إذا جاء وقت الصلاة فإنه لا يعبت ولا يضيع ما هو الجزاء؟ الجزاء قال الله تعالى أولئك هم الورثون أولئك اسم إشارة للبعيد يعني مقام مرفيع عند الله أولئك هم الورثون ربك عقيم واحد الورث كي ورثو من عند الرحمن ودك الورث خالد أولئك هم الورثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون أعظم إرث هو الفردوس أما الورث اللي ورثي من عند أبيك وجدك سرعان ما سوف ينتقل إليك لو دامت لغيرك ما وصلت إليك فأورثناها قوما آخرين يتداول الدنيا كلها توحد ما عنده شي حاجة إلا الفردوس فإذا أورثها الله لعبده المؤمن كان الخلود الأبدي لا تزل أبدا أولئك هم الورثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون خلود أبدي لا ينقطع لا يبغون عن ناحي ولا جاء في الحديث أن رب العزة جل جلاله حينما خلق جنة عدن وزينها وجملها وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال لها يا جنة تكلمي تكلمي يا جنة والملائكة من حول الرحمن مصطفين فأراد الملائكة أن يسمعوا كلام الجنة ماذا ستقول هذه الجنة ماذا قالت أيها الأحبة الكرام أتدرون ماذا قالت قالت الجنة حينما تكلمت أول مرة قالت بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون هم فيها خالدون عشر آيات من قرأها وعمل بمقتضاها على قدس طاعته كتبت له للفردوس الأعلى وصار من الواردين عند الله جل جلاله اللهم حبب إلينا الإمام وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا بالعبادك الراشدين واختم لنا بالحسنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة